اهلا فيكم حبايبي برج الجدي رح نشوف شوية توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تم عامل مع برج الجدي ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها اعتقدها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا مثل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن انت خد من الفيديو ومن القراءة الشي اللي بتحس انه بيفيدك او بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك لانه مش رح تكون مناسبة للجميع ولكن ممكن يكون في اشي بالفيديو تستفيد منه او يناسبك رح نبلش بي طاقتك اول بعدين طاقة الحبيب وخطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم او شو ممكن يصير بالمستقبل اذا في اي اشي بيحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية اوكي نبلش بكروت النصيحة لبرج الجديد نبين انه في حدا بي حياتك حاليا يا برج الجديد عم يطالب باهتمام اكتر منك دو سمتنج فور سمون بدك تبين مشاعرك اكتر لهالشخص لانه عم حسك او عم شوف انك منغلق او منطوي على حالك كتير وممكن عم تتعامل مع الوضع او مع الشخص يعني باسلوب صارم او باسلوب شديد في ايضا عندك فعم بتحس بخسارة من خسارة من خسارة علاقة او عم تحس بخيبة امل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بخيبة امل ممكن من تصرفات هالشخص او ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا كروت النصيحة بدها اياك تعرف انه اذا في عندك قرار بدك تاخده او موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب انك تاخد قرار سواء كان لانك تبين لهالشخص انك بتحبه او بدك توضح له معلومة بدك توضح له اشي معين هلأ هو الوقت المناسب انك تتخذ هالقرار طيب نبلش بيطاقتك اول يا برج الجديد كتير عم شوفك في عندك كتير منطوية على حالك مش عم تسمح لأي حدا يفوت بحياتك او بمجالك او بطاقتك حتى هم شوفك ايضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل او مركز كتير على الامور المادية بيعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة هم شوف انت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالاصح ولكن انت عم شوفك بدك صدق اكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي او كتير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعتراف ممكن وبدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي مثل هيك ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي او انك تكون مش في علاقة يعني هم شوف الستاندردس تبعك او متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد او الشخص اللي في حياتك حاليا متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم يحس انه مهاجم بشأن اشي معين بالعلاقة عم يحس انه مهاجم عم يحس انه في مطرح بده يدافع عن حاله ايضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بابقاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها للك او مش متل ما انت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون يعني اشي صغير اللي عم يقدمها للك وانت عم يشوفك بدك اشي اكبر من هيك بدك اشي بالاصح ملموس اشي بالفعل تعتمد عليه او شي ممكن اه تقدر تقيسه هالشي بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن اه تأدي الى زعلك او عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بانك كتير انتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن انتو شو بدك ف بينتهي الوضع الى انك يعني تكون انت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على على حساب حالك بانك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لانه عم تشوف انه فيه اولويات او اهتمامات اخرى اهم من هالاشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون اي اشي اخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف او بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد اللي ممكن تكون ابراج نارية او ابراج هوائية ممكن ايضا عم تتعامل مع برج الجوزاء و بالاخص برج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لانه هالكرت بيتبع برج الجديد ف بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه عم شوف انه بيحتاج وقت مستقطع باينه وبين نفسه لحتى يكتشف او لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوان يعني هاي لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير او عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى بصراحة عم شوفك رجل جدي عم بيحس بخيبة امل كتير عالية من من تطور العلاقة يعني بيحسوا انت بتحسوا كأنه او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن ضاعت منكم ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك ايضا بدنا نوضح الطاقات اكتر بدنا نوضح هالشخص ليش اول اشي ليش عم يحس انه مهاجر او ليش عم يحس انه دائما محتاج يدافع عن حاله بالذات يحتاج انه يدافع عن حاله بطريقة هالكرتن الاف بيحس انه بده يعني يكون دفاعي معك بطريقة الحكي او بطريقة الجدال يعني عم شوف او حديث اكتر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحس انه هالشخص كتير منغلق او كتير دفاعي معك بدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي بشو السبب اللي بيخلي صعب التفاهم معه هالشخص في عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع انه هو عم يحاول يوفق بالعلاقة وبين وضعه المادي ايضا لانه صاحب بالين كذاب هالكرت فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر انه او عم يحس انه مضطر انه ياخد اه طاقة king of sword هالك لحتى عم شوف انه انت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله او تأثر على مجال عمله فهو بيشوف انه بده يقدم نوع من التضحيات لانه صعب عم يحاول انه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزبط معه صعب عليه كتير فعم شوفه انه هو قرر في الوقت الحالي او بطاقته الحالية انه ياخذ وقت مستقطع ممكن لحتى يبني اه مستقبله او يبني مادياته طيب مشان هيك هو كتير منغلق على حاله ما عم يسمح للعلاقة انها تتطور خوفا من انه تأثر على اه اشياء اخرى بحياته او احلام اخرى بحياته طموحات اخرى بحياته هو عم يسعى الى تحقيقها طيب بدنا نشوف الشخص ايضا بدنا نوضح انت ليش منغلق اول شيء بدنا نوضح انت ليش منغلق على حالك هون او بالمستقبل ليش رح تكون لانه هاي طاقة المستقبل ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك انت ممكن طاقته اصلا الشخص هي بتحكس عليك سمت عليك فبالمستقبل انت عم تحس بنهاية من نوع ما متحس بي تكملة بدنا نشوف هالتكملة شو يعني الاشياء اللي عم تفكر فيها او ليش عم تحس انه الوضع ميقوس للنوع اه عم شوفك انت بدك علاقة او بالمستقبل بتطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة يعني ومتوازنة ام شوفك بالمستقبل بتبحث عن التوازن واغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني او توازن بحالك انت ايضا واحدة من الاسباب بطاقتك في المستقبل انه عندك five of swords five of swords انت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني انت شخص عنيد جدا بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب انك تخسر ناس بالطريق او تخسر علاقة او تخسر حبيب او تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الاسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم او تأخر بالتواصل بينكم انه انت انت عم تنظر للامور من منظور واحد من منظورك انت بدك الامور تمشيك متل ما انت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عينات لانه بدك توصل الى النقطة اللي انت بدك ياها او بدك شخص يعني بدك ياه يكون مرن اكتر بحيط انه يمشي مع اللي انت بدك ياه او اللي انت بتتوافق طيب بنا نشوف هالشخص لانه هو مبين انه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابط الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك ايضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبنا نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بتقدم تجاهها هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص فيه عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه له لك لانه في عندك هال الفارس على الخيل او على الاحصان متجاه الى مطرح متجاه الى مطرحتك ورقة تقدم هاي وايضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون او ممكن الحكي بينكم يكون او هالشخص يتقرب منك بطريقة اصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية همشوف انه هو بده يخليها عفوية اكتر بالبداية او كبداية بده ياها تكون عفوية اكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي الى ارتباط او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره انت ممكن اصلا ما تتوقع او ما تفهم او ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبة ل The Lovers تحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لانه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدوا انتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف اذا الاوراق راح تكون متناغمة مع بعض او راح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف اذا راح توصلوا لنفس الاستنتاج او راح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا اقليا فبدايات جديدة راح تكون بدايات جديدة بالحكي راح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك او ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لانه هاي فقط ترمز الى الكمنيكيشن ترمز ايضا الى اعترافات فاي اشي كان خبه بينكم راح تحكوا فيه ايضا راح تشاركوا لبعض او راح تحكوا لبعض عن امالكم بها العلاقة او يعني العلاقة بينكم راح تنتهي بانتصار او التواصل بينكم راح ينتهي بانتصار لانه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا الى انه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها ايضا وشف وفلمنت امنية تتحقق فاوراق كتير منيحة بصراحة اوكي حباي ببرج الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله راح شوقكم في فيديو قادم شكرا